في دبي أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلال اجتماع مع 45 من المسؤولين الحكوميين العربة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وخبراء في المجال الرقمي أن الأجندة الرقمية العربية التي يتم تطويرها بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إليسكوا وجامعة الدول العربية تمثل مشروعا رئيسيا ومهما لتعزيز التحول الرقمي الحكومي في المنطقة العربية جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمشروع وضع وتطوير وتفعيل الأجندة الرقمية العربية